مرحبا عزيزي برج الأسد عزيزي برج الأسد الطاقة العامة لك أنت ستلتقي بالشريك في وقت أنت تكون فيه وصلت إلى مرحلة النضوج هاي طاقتك أنت ملكة السيوف أنت أردي رح تكون وصلت إلى مرحلة عرف فيها حالك واثق من نفسك مريت بالكثير من الأمور عندك الكثير من المعرفة والتجارب خلاص يعني تحس أنك تستطيع أن تدخل أي مجال وتعطي أي نصيحة برج الأسد جدا واثق من نفسه بطبيعته ولكن أنت أيضا مريت بتجارب سابقة خلتك أقوى لما توصل مرحلة هاي الثبات الداخلي واحتمال أنت وصلت لها الآن هو رح يكون الوقت المناسب لالتقاء الشريك لأن الشريك أشوفه رح يوازيك في الطاقة والقوة هو ملك السيوف أنت ملكة السيوف طبعا الجنس هنا لا يهم يعني احتمال يكون العكس أنت تظل ملكة السيوف ولكن القراءة احتمال تكون اللي يشاهدها رجل أو اللي تشاهدها مرأة فجنس جنس الكرد لا يهم هاي اللي أحب أذكرك فيه لكن أنت اللي قاعدة أشوفها أنت لديك كذا عرض للارتباط يعني هذا مو أول شخص يطرق الباب أو يأتي إلى محوط حياتك ويعرض عليك الحب الزواج الارتباط الشراكة مو أول شخص ولكن مع أنك برج ناري دايما تتوجه في علاقتك في اختيارك للشريك لأنه مريت احتمال كان عندك تجارب سابقة اعتمد فيها على طاقة الشغف والحب الطاقة النارية لقيت أنها مو أفضل طاقة تعتمد عليها لاختيار الشريك فتحولت إلى طاقة الأبراج الهوائية طاقة العقل الحدس التحليل المنطق هذا الشخص أوكي سيأتي إلى حياتي شنو رح يقدم لي شنو يستطيع أن يضيف لي شنو عنده أنا ما أملكها بحيث أنه رح مع بعض فعلا نبني حياة بدل ما ياخذ مني وأخذ منه على الفاضي مع بعض شنو رح نبني حياة قاعد تستخدم عقلك كأنك ماخذ عرض هذا الشخص أو الشريك حطه تحت المجهر في الكرة الزجاجية وقاعد تحلل جميع تفاصيل وضعك المستقبلي معه صراحة طاقة جدا ذكية ملكة السيوف هي أذكى الملكات وملكة السيوف هو أيضا أذكى الملوك من ناحية الذكاء وليس المشاعر الذكاء يتميزون فيه فأنت قاعد تستخدم مثل ما قلت لك طاقة العقل إنسان جدا متعقل في اختيار الشريك وإذا كنت غير متعقل فالنصيحة لك إنه في اختيار الشريك اعتمد على هاي الطاقة طاقة الأبراج الهوائية ليست حصرا عليها مو شرط إنك تكون دلو أو ميزان أو جوزاء عشان تستطيع إنك تعرف خفايا الأمور أرى إنك أيضا رح تكون في الوقت اللي تلتقي فيه بالشريك أسس لنفسك عندك حياة جدا جميلة مثل ما خبرتم قبل nine of earth تسع الخماسيات nine of pentacles تسع الخماسيات نفس الكرد هي طاقة الإنسان الأعزب محاض بالكثير من الخماسيات عند الرخاء عند السعادة عند الصداقات لديه كل ما يحلم فيه وسعيد أيضا مو فقط الاستقرار المادي عندك أيضا السعادة page of water إن تعرف بأن هاي المرحلة لا تستطيع أن تستمر للأبد لوحدك مستمتع بالسعادة فيها لوحدك يوم الأيام رح تختار شريك تشارك مع هاي الحياة ولكن في الوقت الحالي رح تكون مستمتع أول خطوة لديك بعد تحقيق هاي النجاحات المادية أو على صعيد الأسرة المحيط وتأذر بالنسبة لك النجاح رح تكون ناجح وهو الوقت الذي رح يدخل فيه حياتك هذا الشخص لأن وقتها رح تكون مستعد مو بالكامل رح أقول لك ليش ولكن رح تكون مستعد التارو يخبرني إنه هاي طاقة الشريك هو يوازيك مثل ما قلت لك هو أيضا شخص مرة بالكثير ملك السيوف مر بالكثير عاني الكثير وتحمل أيضا الكثير عشان يحقق شيء لنفسه لأن هذا الشخص بما أن أنتو نفس الطاقة احتمال لنا من نفس المنطقة نفس المحافظة نفس الدولة نفس المذهب نفس المدينة ولكن خرج إلى مدينة أخرى أو دولة أخرى للبحث عن فرصة عمل أفضل عشان أحس أن هذا الشخص كان يبقى يكون نفسه بسرعة وأقوى في فترة زمنية قصيرة عشان تذيط طار أنه يمشي يترك المنطقة ومن ثم هو في مرحلة الرجوع احتمال أنه راجع يزور أهله إذا كانوا في نفس المنطقة راجع أيضا يزور الأصدقاء الأصحاب الأقارب وهو رح يكون الوقت اللي ينتبه إليك أو يراك فيه صدفة طبعا احتمال أنك تعرفه من الماضي يعني بينكم معرفة بسيطة أو علاقة في الماضي أو تسمع عنا النفلان مثلا ابن الجيران ابن فلانة ابن خالته فلانة هو الذي كان في دولة ثانية في مدينة ثانية كان جدا مركز على عمله على البزنس على جمع الأموال لأنه بالنسبة للإستقرار المادي هو كل شيء شوف الطاقة اللي وراءها طاقة البلانس كان يحاول كل تركيزه مصبوب أنه يحاول يغير وضع السابق احتمال أنه في السابق لم يكن يملك الكثير من الفرص والأموال في مدينتكم السابقة أو في الدولة السابقة وعارف أنه فيه مستقبل ينتظر مشرق في الجانب الآخر أرى أنه شخص ناضج يعني ليس صغير في السن إنسان لبس دائما رسمي ومرتب احتمال أنه يدخن بشكل معقول ولكن ليس مدخن كثير يعني يدخن بشكل معقول كل شيء عند هاي الشخص موزون كل شيء بحسابه متزن في كل شيء يعني حتى إذا كان فيه طبع لا يعجبك مثل التدخين فهي الإنسان متزن يستطيع أن يسيطر على محيطة عند هاي القدرة ولكن يحب أن تكون ملابسة دائما رسمية ودائما يحب أن يعرض على الناس أنه يذكر الناس أنه فلان فلان الشخص الذي مثلا عنده المنصب الفلاني أو الشغال في الشركة الفلانية يمتلك المحلات الفلانية يحب أن يستعرض نجاحاته وله الحق لأنه أيضا مر بالكثير شين رح يصير في المستقبل أرى أن هذا الشخص رح يلتقي فيك ورح يكون دايريكت معاك يعني إذا أنت تنتظر عرض رومانسي عرض عرض أفلاطوني دراما هاي شخص لن يكون لديه دراما هاي شخص رح يكون دايريكت لأنه هو ملك السيوف رح يكون دايريكت ورح يعرض عليك الأرتباط والزواج وأن أنت تبنون حياة مع بعض احتمال أنه بشكل جدا سريع يفاجئك ليش أقول لك يفاجئك لأنه أشوف ردة فعلك في الفترة القادمة رح تكون كأنك تتعذر يعني أنت فعلا احتمال أنه فتحت هاي القراءة تنتظر الشريك ولكن سبحان الله عندما يأتيك الشريك رح يكون عندك شيء من الخوف اللي تقول أحتاج شوية وقت أفكر أحتاج شوية وقت أحلل أقيم أخذ وقتي أحتاج شوية وقت أخلص عندي كذا شغلة رأينا أيضا لديك أمور احتمال تنتظر أنك تخلص جامعة تنهي مشروع معين في شيء أنت الحين ما ختمت عندك تنتظر أنك تختمه عشان تقرر تعطيهم الموافقة على عرض هذا الشخص ولكن خوفك يدفعك للاتجاه المعاكس من الحبيب ترى هذا الكرت رايح هاي الجهة وهي الكرت متجه هاي الجهة هذا هو مستقبلك هنا وهي اللي يبين لأنه عندك مخاوف أن تملك فعلا كل ما تحتاجه من أجل أن تبني حياة جديدة مع هذا الشخص وهذا الشخص يستطيع أن يحقق لك كل أمنياتك يعني معاه في حياتكم رح تتحق أمنياتك الشخصية ولكن ألاحظ أنه في البداية رح يصير عندك شوي ها متى الحين عطوني شوية وقت للأسف الشخص هذا لا يملك الوقت رح أقول لك ليش اللي قاعدة أشوفه أنه راجع في زيارة سريعة الوقت فيها محدود يزور المنطقة أو الحي اللي هو منه مسقط رأسه لقاك أنت بالصدفة قرر أنه يرتبط فيك لأنه خلاص شاف فيك الشريك هذا الشخص نظرته ثاقبة رأىك وقرر والآن يريد أن يجعل الموضوع رسميا سريع في الخطبة في الزواج في الارتباط في إنهاء عقد القران عشان يأخذك معانا للحياة الجديدة أنت رح يكون عندك شوي تخوف ليش عندك تخوف عندك أنت تعرف رح توصل لمرحلة أنت تعرف أن حان الوقت لبداية جديدة مع هذا الشخص فعلا ولكن كأنه عندك شيء في الماضي علاقة من الماضي شيء مشاعر دفينة أو مشاريع أنت ابتدتها إن كان دراسة إن كان بيزنس إن كان أنت متعلم تعتني بالأسرة بنفسك يعني فشنون رح تترك الأسرة وتتجه إلى منطقة جديدة دولة جديدة رح يكون عندك نوع من التعلقة والستكنس في الماضي ولكن أنت عارف في نفس الوقت أنت عارف إن هذا هو النداء هذا النداء ندائك أنت هو موجه لك عزيزي برج الأسد وحان الوقت إن تبتدي الحيال جديدة مع هذا الشخص شوف لديك الكثير من طاقة السيوف سيوف سيوف هو ملك السيوف وأنت ملكة السيوف طاقة سيوف فلا تخاف لأن كل شيء أصلاً سوف يحدث طبقاً للمنطق والعقل كل شيء في حياتكم متزن أنت متزن وهو متزن فما هي دواعي الخوف وين خايف عدم الاتزان يأتي من وين راح يأتي لأن أنت متزن وهو متزن فليش التخوف الزائد أو معتبر إن مثلاً بعض الأشياء إذا كانت جداً ممتازة فهي too good to be true لا يمكن أن تصدق يعني ولكن فعلاً حال الوقت إن أنت تقفز تاخذ leap of faith طعت الموافقة إذا دخل هاي الشخص حياتك رح يكون فعلاً هو الوقت المناسب اللي تبتعد فيه عن الماضي لأن وقتك في هاي الحياة حياتك العزوبية حياة اللي تعوت عليها صال لك فترة وتعبت إنك تبنيها بروحك وصلت إلى وقت النهاية حال الوقت إن أنت تبتدي حياتك مع هاي الشخص جديدة رح أقول لك شلون جديدة أنت عندك بفول كرت zero معناته أحرص وهي نصيحة جداً مهمة لك برج الأسد جداً مهمة أهم ما في هاي القراءة عندما تعت الموافقة لهذا الشخص كن عادلاً أنت عادل ولكن فعلاً كن عادلاً على جميع المستويات لا تأخذ معك أي شيء من الماضي إن كان مشاعر إن كان أمل في شخص ثاني أي شيء من الماضي تعلقك يجب أن ينتهي يصل إلى رقم الصفر وهو رقم خلاص تبتدي بعده حياة جديدة بدون تعلقك بالماضي مو معناته أن تنسي أهلك وحياتك وتدفل نفسك لا أبداً معناته سبحان الله لو كن في تعلق زائد بالأصدقاء تعلق زائد بشخص معين من الماضي فهم قصدي شخص أنت كنت تنفكر أنه راح تتزوجه كذا 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 هاي الأمور لازم تنهيها حان الوقت لإنهاءها متى راح تعرف أنه حان الوقت لما يأتيك هذا العرض هذا العرض كبير لا يمكن أن تنكره خلا نشوف طاقة الشريك أكثر عنده ملك السيوف عنده تنبرانس الشفاء أو المعالجة ما عرفه الله ترجمة بالعربي تنبرانس بالإنجليزي ثلاث الخماسيات نايت أوف أيرث فارس الخماسيات اللي أشوف هنا أن هذا الشخص فعلاً راح يأخذ وقته في البداية أنه يعرف وضعك يعرفك ولكن هو أيضاً يعرف أنه أنت متعلق في حياتك اللي أنت موجود فيها حالياً فرح يحاول في البداية أنه بهدوء وبدبلوماسية لأنه ملك السيوف دبلوماسي ترى هو الدبلوماسي المحنك رح يحاول بهدوء أنه يسحبك من الحياة اللي أنت فيها ويكون التغيير عشان يكون التغيير بالنسبة لك سلس سموث ما تحس أنه قوي وتغيير مفاجئ ومندفع فهو حرم من جانبه هو حرم صراحة لأشوف أنه رح يحاول أنه قدر الإمكان أنه يكون يراعي مشاعرك في هاي التغيير لأنه تغيير كبير أنه أنت تترك حياة أو منطقة معينة أو دولة معينة وتذهب معاه تترك كل شيء خلفك وفيما قلت لك هني توصل لمرحلة الصفر من بعد تسع الخماسيات لازم تكون صفر عشان تعيش أو تبني مع هاي الشخص حياة هاي الشخص نيتها جدا طيبة مثل ما قلت لك الأرطباط وليس الأرطباط فقط في زواج يعني لا فعلا رح يكون معاك شريك من النوع اللي رح يأخذ رأيك في كل شيء رح تكون فعلا شريك في حياتك مخاوفك أنت مثل ما قلت لك رح يحاول يعالجها ولكن أيضا أشوف أنها بعد هاي المرحلة رح تظل شوية تحاول تأخر الموضوع تدرس الموضوع أكثر عزيزي برج الأسد من حقك ولكن رح تحاول أن رح أنت تقف في وجه سعادة نفسك يعني أنت رح تكون العائق أمام سعادتك الشخصية فهذا الملك ذكي رح يشوف أن حان الوقت هذا الشخص ذكي رح يشوف أن حان الوقت أنه يكون معاك صريح زيادة مرحلة الدبلوماسية ويكون مراعي لمشاعرك رح تنذهي رح يأتي معاك وطاقة سيف قوية ويقول لك 1-2-3 احنا لازم نرتبط 1-2-3 أنا عطيتك وقت كفاية تواصلت معاك كفاية بيّنت لك كفاية وفعلا أريد أن أبتدي معاك بداية أبني معاك حياة أنا وضحت لك نيتي وحاربت من أجلك وسويت كل الذي يجب عليه كشريكة أعملة من أجل العرطباط يتم فما ستكون أنت ردت فعلك بوجل أسد وقتها عندما يستعمل معاك هاي الطاقة الواضحة الصريحة الديريكت أنت رح تشوفها وقتها رح تحس أنه فعلا يشابهك رح تشوف لأنه فعلا طاقة السيوف طاقة الملك الحازم الديريكت اللي أنت تقدر هاي الطاقة لأنه أصلا هاي الطاقة طاقتك فوقتها احتمال أشوف هنا من جانبك رح يكون في موافقة على الزواج رح يكون في احتفال جدا جميل خطبة أو زواج الأهل الأحباب الأقرباء كلهم محيطين فيكم مثل ما قلت مرحلة أو الحفلة رح تكون وتأتيك بعد التواصل الحازم من هذا الشرك رح يقول لك خلاص حان وقت الارتباط احتمال أنك تقول له في مرحلة ما أنا غير جاهز الحين أرجع إلى عملك أو إلى بزنيسك رح أفكر في الموضوع رح احتمال يجيك منه اتصال رح يرجع مرة ثانية إلى البلد ويقول لك أنا عطيتك وقتك فاية عطيتك وقتك فاية حان الوقت أن أنت اتخذ قرار وقتها رح تحس نفسك مستعد ما أشوف أنك أبدا رح تسمح لأحد أنه يخليك تسرع في اتخاذ القرار لا رح تكون ثابت رح تأخذ وقتك ولكن بعد الحفلة لديكم مرحلة اسمها بعد الحفلة أو بعد الزواج أنت هنا رح تأخذ مثل ما قلت لك عشان تبتدي معاها الحياة رح تبتدي من الصفر فأول شيء رح تلاقي عندما تذهب معاها إلى البيت الجديد المنطقة الجديدة البيئة الجديدة رح تحس بصدمة كبيرة ليش؟ لأن اللي أنت متعود عليه محيطك راحتك حياتك أسرتك الأشخاص المحيطين فيك الأصدقاء الناس اللي تحبهم المحلات اللي في البلد أنت متعود عليها أنت عميل دائم أنت عميل مميز وما عاد في كل هاي الأمور رح تبتدي من الصفر في كل شيء في المكان الجديد فهاي شوي رح يكون بنسبة لك صدمة رح تقول أنا جيت هنا على مكان ما حد يعرفني فيه ما حد يعرفني يعني أنا مجرد زوجة هذا الشخص ولكن لحد الآن ما أملك ولا شيء لازم أبني كل شيء من البداية رح تحس شوي أنه فقيل عليك أنه تبتدي كل شيء فعلا من البداية ولكن ولكن هذا الشخص رح يتحول لك لأنه رح يعرف أنك بحاجة يعني مثل اللي عندك حنين إلى الوطن أو إلى منطقتك القديمة حياتك القديمة هذا الشخص وقتها سبحان الله رح يغير طاقته من ملك السيوف ملك وقوي وحازم وكذا وكذا رح يكون جدا حنين معاك رح تشوف أنه في داخل المنزل في الحيال الجديدة وراء هذا هذه الواجهة هو جدا ملك ملك الأكواب يعني جدا حنون جدا محب جدا كيوت إنسان بالنسبة لأنت فكرت قبل ما أخذ عننا فكرة أنه همة كل همة هو نجاحه في العمل ولكن رح تكتشف أنه بالنسبة للنجاح لازم يكون على جميع المستويات يعني حتى لازم يكون ناجح معاك أنت عشان يعتبر نفسه أصلا ناجح في الحياة فهنت قصدي بالنسبة له مهم جدا إنه ينجح هذا الزواج إنه يدفع حي الزواجي للأمام وعندك آخر شيء الكرت الختامي الشمس الشمس ترمز إلى ماذا ملك الأكواب والشمس ملك الأكواب هو ملك جدا متزم في مشاعره فأرى أن هذا الشخص معاه الشمس بالعادة تعني السعادة ولكن في هاي الموقف بالذات اللي رح يسهيك أو يخليك تنشغل عن الواقع الجديد أو مشاعر الخوف عندك من البداية الجديدة إنه رح يكون لك ابن رح تتفاجأ بهالشي أيضا رح يكون جدا سريع ولكن بسرعة يا أنت أو الشريك رح يكون في حمل ورح يكون في طفل طفل سوري أو جنين وأتوقع أنه ابن لأنه عندك تسان أتوقع أنه طفل ليست يعني ليست أنثة هو اللي فعلا رح يساعدك يعني كل شيء في توقيته صحيح هو اللي رح يشغلك عن ضغوط الحيال الجديدة أو أنك خايف مثلا من الحيال الجديدة بالإضافة إلى أنه عندك شريك رائع شريك رائع وبداية جديدة مع الطفل يعني هي النهاية السعيدة بالنسبة لي أو النهاية المثالية عزيزي بورج الأسد قراءة جدا جميلة رح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة نصيحة لبرج الأسد بخصوص الشريك القادم ماذا ما اتلقي لكários اذا كنت متخوف اذا كنت غير واثق من قرارك مع هذا الشخص او ارتباطك بهذا الشخص احتمال انك الشخص اللي ما توقعته انك ما كنت متوقع الارتباط من هذا الشخص في هذا الوقت ولكن اعرف انه راح تكون سعيد معه بسبب الحب بغض النظر عن طاقتك وطاقته هناك حب والحب هذا اللي راح يحول ملك صارم او انسان جدا عملي في حياته وديركت الى ملك الاكواب فحيتحول معك ايضا بسبب حبه اليك فلا تخاف الرسالة اليك لا تخاف لديك كل ما تحتاجه شرك المناسب وايضا الحب شكرا عزيزي